اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مع أخيه معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين حيث تم بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وأسبل دعمها في كافة المجالات كما تم التشاور حول عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية وقرحب معالي وزير الخارجية بمعالي السيد سامح شكري معربا معالي عن اعتزازه بالعلاقات القوية والوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على المستويات كافة التي تحظى باهتمام خاص من قبل قيادتين البلدين مشيدا معالي بالمواقف الراسخة للشقيقة مصر ودعمها الثابت لأمن وازدهار المملكة مؤكدا موقف مملكة البحرين الدعم والمتضامن مع جمهورية مصر العربية التي تقوم بدور رائد في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن المصالح العربية بما لها من ثقل كبير وما تقوم به من جهود دعوبة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة من جانبه عربا معالي السيد سامح شكري عن سعادته بزيارة مملكة البحرين التي تأتي في إطار التنسيق المتواصل بين البلدين والتشاور الدائم بينهما تجاه مختلف القضايا منوها بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين على جميع الصعود وما تشهده من تطور ملموس وتقدم واضح يلبي طموحاتهما ويعزز مصالحهما المشتركة مشيدا بجهود مملكة البحرين المقدرة في دعم الأشقاء وفي تقوية العلاقات بين الدول العربية بما يحفظ لها مصالحها ويعزز مكانتها مؤكدا على موقف مصر المساند لمملكة البحرين في جميع الظروف متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل التقدم والرقية